اشتركوا في القناة والرب يسوع المسيح ينبغي لنا ان نشكر الله كل حين من جهتكم ايها الاخوة كما يحق لان ايمانكم ينمو كثيرا ومحبة كل واحد منكم جميعا بعضكم لبعض تزداد حتى اننا نحن انفسنا نفتخر بكم في كنائس الله من اجل صبركم وايمانكم في جميع اضطهاداتكم والضيقات التي تحتملونها بينة على قضاء الله العادل انكم تؤهلون لملكوت الله الذي لاجله تتألمون ايضا اذ هو عادل عند الله ان الذين يضايقونكم يجازيهم ضيقا واياكم الذين تتضايقون راحة معنا عند استعلان الرب يسوع من السماء مع ملائكة قوته في نار لهيب معطيا نقمة للذين لا يعرفون الله والذين لا يطيعون انجيل ربنا يسوع المسيح الذين سيعاقبون بهلاك ابدي من وجه الرب ومن مجد قوته متى جاء ليتمجد في قديسيه ويتعجب منه في جميع المؤمنين لان شهادتنا عندكم صدقت في ذلك اليوم الامر الذي لاجله نصلي ايضا كل حين من جهتكم ان يؤهلكم الى هنا للدعوة ويكمل كل مصرة الصلاح وعمل الايمان بقوة لكي يتمجد اسم ربنا يسوع المسيح فيكم وانتم فيه بنعمة الهنا والرب يسوع المسيح الاسحح الثاني ثم نسألكم ايها الاخوة من جهة مجيء ربنا يسوع المسيح واكتماعنا اليه ان لا تتزعزعوا سريعا عن ذهنكم ولا ترتاعوا لا بروح ولا بكلمة ولا برسالة كأنها من اي ان يوم المسيح قد حضر لا يخدعنكم احد على طريقة ما لانه لا يأتي ان لم يأتي الارتداد اولا ويستعلن انسان الخطي ابن الهلاك المقاوم والمرتفع على كل ما يدعى الها او معبود حتى انه يجلس في هيكل الله كاله مظهرا نفسه انه اله اما تذكرون اني وانا بعد عندكم كنت اقول لكم هذا والان تعلمون ما يحدث حتى يستعلن في وقته لان سر الاثم الان يعمل فقط الى ان يرفع من الوسط الذي يحجز الان وحين اذن سيستعلن الاثيم الذي الرب يبيده بنفخة فمه ويبطله بظهور مجيئه الذي مجيئه بعمل الشيطان بكل قوة وبايات وعجائب كاذبة وبكل خديعة الاثر في الهالكين لانهم لم يقبلوا محبة الحق حتى يخلصوا ولاجل هذا سيرسل اليهم الله عمل الضلال حتى يصدق الكذب لكي يدانا جميع الذين لم يصدق الحق بل سروا بالاثر واما نحن فينبغي لنا ان نشكر الله كل حين لاجلكم ايها الاخوة المحبوبون من الرب ان الله اختاركم من البدء للخلاص بتقديس الروح وتصديق الحق الامر الذي دعاكم اليه بانجيلنا لاقتناء مجد ربنا يسوع المسيح فاثبتوا اذا ايها الاخوة وتمسكوا بالتعاليم التي تعلمتموها سواء كان بالكلام ام برسالتنا وربنا نفسه يسوع المسيح والله ابونا الذي احبنا واعطانا عزاء ابديا ورجاء صالحا بالنعمة يعز قلوبكم ويثبتكم في كل كلام وعمل صالح الاصحاح الثالث اخيرا ايها الاخوة صلوا لاجلنا لكي تجري كلمة الرب وتتمجد كما عندكم ايضا ولكي ننقذ من الناس الارضياء الاشرار لان الايمان ليس للجميع امين هو الرب الذي سيثبتكم ويحفظكم من الشري ونثق بالرب من جهتكم انكم تفعلون ما نوصيكم به وستفعلون ايضا والرب يهدي قلوبكم الى محبة الله والى صبر المسيح ثم نوصيكم ايها الاخوة باسم ربنا يسوع المسيح ان تتجنبوا كل اخ يسلكوا بلا ترتيب وليس حسب التعليم الذي اخذه مننا اذ انتم تعرفون كيف يجب ان يتمثل بنا لاننا لم نسلك بلا ترتيب بينكم ولا اكلنا خبزا مجانا من احد بل كنا نشتغل بتعب وكد ليلا ونهار لكي لا نثقل على احد منكم ليس ان لا سلطان لنا بل لكي نعطيكم انفسنا قدوة حتى تتمثلوا بنا فاننا ايضا حين كنا عندكم اوصينا بهذا انه ان كان احد لا يريد ان يشتغل فلا يأكل ايضا لاننا نسمع ان قوما يسلكون بينكم بلا ترتيب لا يشتغلون شيئا بل هم فضوليون فمثل هؤلاء نصيهم ونعظهم بربنا يسوع المسيح ان يشتغلوا بهدوء ويأكلوا خبزا انفسهم اما انتم ايها الاخوة فلا تفشلوا في عمل الخير وان كان احد لا يطيع كلامنا بالرسالة فسموا هذا ولا تخالطوه لكي يخجل ولكن لا تحسبوه كعدو بل انذروه كاخ ورب السلام نفسه يعطيكم السلام دائما من كل وجه الرب مع جميعكم السلام بيدي انا بورس الذي هو علامة في كل رسالة هكذا انا اكتب نعمة ربنا يسوع المسيح مع جميعكم امين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة